بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الهالي في برنامجكم ملك وكتابة ساعات وتنطلق البطولة الأقوى والأهم في تاريخ بطولات إفريقيا إبراهيم أهلا بك أهلا بكم أعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة هي فقط صحيح ساعات وتنطلق أم المعارك الكروية الأفريقية كأس الأمم الأفريقية لـ 32 بطولة أريد لها أن تكون أم البطولات أفضل البطولات والدليل القوي والبرهان على قدرة مصر أنها يتنظم حدث في 24 دولة يعني كأس عالم تقريبا بعد خمس شهور فقط من الإسناد إليها أبا شمانس أنا أنظر إلى هذه البطولة أنها ستكون مفصلية ونقطة فارقة ونقطة تحول ونقطة نظام للشأن الكرة والمصري للشأن الكرة والمصري بشكل العام إحنا الإرهاصات اللي بنشوفها والملاعب اللي بنشوفها والشغل اللي بنشوفه والطرق اللي بنشوفها وطريقة وصول الوفود وطريقة تحركها في الشوارع وطريقة استقبال الناس وما سنره بإذن الله غدا لا يمكن أن يكون كل هذا العمل المهم الجبار المنظم دون المساس بجوهر المسألة والمشكلة وهي تنظيم الكرة المصرية غير مقبول ولن يكون مقبول على أي مستوى أن نعيش هذه العشوائية والفوضى التي عيشناها هذا الموسم إذن هي البطولة المفصلية الفريقة عشان كده حلقة النهاردة هنحاول مع حضراتكم نوقف عند نقاط التحول الكرة المصرية والرياضة المصرية ما قبل كان 2019 وما بعدها اللي حاصل اليومون دول واللي هيحصل على مدى الشهر في استضافة كاس الأمم ابتداء من غد 21 يونيو حتى الختام في 19 يوليو فترة الشهر الكاملة ديت فترة فيها كتير جدا من إعادة صياغة أوضاع الرياضة في مصر مشكورة القدم لوحده وربما يكون في دلالات على أن المجتمع المصري كله في طريقه إلى التحول في طريقه إلى التغير في طريقه إلى انتهاج أسليب جديدة جدا خاصة مع هذه الدفع القوية جدا بأعداد كبيرة من الشباب في هذه البطولة مؤكد ستخرج بكوادر شابة جديدة وأنا الأوان نحرك المياه كده مش معقولة نفس الوجوه نفس المسؤولين نفس قد ترخيرهم على اللي عملوا قبل كده ولكن ماذا عن غد؟ النهاردة احنا بنشوف السعدادات ونشوف شباب بيتمرن على حاجات ومهارات هتغير من ثقافة التعاول مع كرة القدم في مصر يعني كان أحد الأحلام اللي أنا كنتم صار طب يا ربي هتيجي إزاي أنك تشوف أن المواطن يقطع التذكرة ويقعد على كورسي برقة وتبقى عارف مين اللي يقعد على الكورسي ده وتقدر تبيع سيزن تيكت طول السنة واحد عارف كورسي يروح في أي وقت بالبطاقة بتاعته بالآي دي أنك أنت تخلق سيستم وتمرن عليه في أقل من شهرين يمكن وتنجح في أنك أنت محدش بتكلم على الحصول على تذاكر من الجانية انتهت محدش بتكلم على ظهور سوق سوداء لا يمكن هتظهر سوق سوداء محدش بتكلم على المحسوبية في توزيع التذاكر هو ده بقى الاحتراف اللي إحنا يعني استطعنا أن نؤسس له في موضوع التذاكر ودخول الجماهير استعداد الاستادات نفسها هنشوف استادات زي ما الكتاب بيقول زي ما الفيفا عايزة وقد يكون هذا أو يعني أنا أنا حاسس كده مش عايزه من المؤكد يعني إن دي حتكون البداية الحقيقية لعودة الجماهير وربنا بإذن الله يعدي كل أمور كما نتمنى عشان نعيش كرة قدم نستمتع بها لأننا نحن مش عارفين نستمتع بكرة القدم إن شاء الله إن شاء الله هتكون كل المكاسب كبيرة جدا وأهمها وأقربها ويمكن أكثرها اهتمام في الشارع إنه مصر تتوق بالكاس إن شاء الله تحرز مصر اللقب في هذه الدورة اختيارات خفير أجري عاملة زي ترشحات بكرة تشكيل زملاء محمد صلاح ممكن يكون مين فيهم بالتأكيد تفاصيل كتيرة مهمة هتتابعوها معنا في حلقة النهاردة لكن لأنه لا صوت يعلو فوق صوت الكام والنادي الأهلي بيطلعوا بمسؤولياته وأيضا بدوره الكبير في خدمة المنتخبات الوطنية وخدمة كل قضية تهم الشعب المصر وتهم الوطن كان من بارح الكابتن محمود الخطيب حريص إنه يكون موجود في مران المنتخب مع المهندس هاني أبو ريدا واجب بقى لأنه له صفة هو سفير مصر في هذه البطولة فهو رايح بصفة مش رايح بيتطفل أو بيستعرض ظهوره أو لا بالعكس هو رايح ويمارس دوره وتأثيره اللي حيكون إيجابي بإذن الله النهاردة الملاعب لما بتشوفها أستاذ إبراهيم أنت يعني بتقول إحنا في مصر بس المهم إن إحنا ما يكونش الشكل يكون الكواليتي بتاعت الملعب أيضا ويكون إنه تأسس عشان يستمر ما نرجعش نصين ونقفل ملاعب بعد البطولة بإذن الله كل ده تكنولوجي نوهاو الناس جديدة بقى عندها خبرات شركات انطلقت في حراك مؤكد إن في حراك في الرياضة حضور الخطيب برح المهندس أنا بريدة سمعته هو بيتكلم مع كابتن شوبير وكابتن سيف زاهر سعيد باللي حاصل وسعيد بالروح وسعيد إنه لأ الأمور في أفضل حالتها أنا بقولك هو رايح بصفته وأيضا برسالة أيوة أنا جايلك أستاذ إبراهيم وأيضا هي رسالة لللي بيقول إنه جمهور الأهل حيقاطع جمهور الأهل لا مش هيحصل ده رئيس النادي متواجد عشان يقول إحنا أول الداعمين دي مصر إحنا جزء من مصر محدش بيزايد على مصر يعني إحنا مش رايحين نقول لهم يعني عاملين جميل ولا حاجة إحنا رايحين واللي رايح من ولادنا رايح بصفة مصر رايح بدوره ومحدش حيارة في حراده ضد مصر أيوة يعني الخيابة إن حد متصور إن يقدر يستدرج ولادنا إن يتصرفوا تصرف ياخدش الصورة الجميلة اللي إحنا عايزينها لا هنكون عند الدعوة هنكون عند حسن الظن وبإذن الله الكسافة الجماهيرية وفي مقدمتهم جماهير الآلي هتكون هي يعني اللامحة المضيئة اللي هتتنقل لكل العالم مصر أدي حضورها أدي أمناها أدي أولادها أدي تنظيمها أدي كل حاجة موقع الاتحاد الأفريقي اهتم بحضور الكابتن محمود الخطيب وأجرى معاه حوارا مصورا هيبثوا موقع الكاف على هامش هذه البطولة حوالين محمود الخطيب مكانته في القرى الأفريقية أحسن لاعب في القرى في 83 سفير البطولة في 2019 ورئيس النادي الأهلي ده في طريقه لإجراء الحوار أعتقد بسألة أيضا على المستوى الإعلامي مهمة المستوى الإعلامي على المستوى الشخصي الكابتن الخطيب يعني كتير شايفينه ما بيلهسي أنه يحضر يعني مش حاضر بكسافة في المناسبات لأنه إلا عندما يتلقى الدعوة لا يمكن أن نتأخر فأعتقد ليه ستكون حتى بداية في العلاقات علاقات على مستوى الاحتراف مع الاتحاد الأفريقي على مستوى التعاون مستوى تبادل الخبرات مستوى تبادل المصالح مستوى الاطلاع بالمسؤوليات لقطة مهمة ولقطة بتعكس يعني حجم هذا الرمز إحنا سعداء بما يحدث حتى الآن نرجو أنه كلنا نسعد كمان زي ما أنت بتقول بتحقيق النتائج المطلوبة ده موقع الاتحاد الأفريقي لصور لقاء الوفد الإعلامي الأفريقي بكابتن محمود الخطيب لإجراء هذا الحوار اللي هيبث لاحقا على موقع الكاف لكن كمان المهندس هنا أريد أن برح أعلن أنه من ثمار هذا التقارب بين أسرة الكرة المصرية والاتحاد الأفريقي أنه بدل الاتحاد الأفريقي يدرك حاجة الأندية المصرية لتأجيل عمليات غلق باب القيد القاري ويعتمد رسميا في 31 سبعة بحق المشاركة في الأدوار التمهيدية يعني حتى إدى السسناء هذا الحق كان ينتهي 21 مدهولك لـ يعتبر أنه ده الامتداد الطبيعي 31 فده يمكنك أنك تنجز المهام أو لسه المعامة دي مش مرتبطة بجيلك من الباب الجانب لا لا مش مرتبطة بالاتحاد الأفريقي ومش مرتبطة القيد هو إنما الاتفاقات إحنا شغلين فيها شغلين شغلين في حدود المطلوب المطلوب حاجات كتيرة فول اسطوب خلينا في البطولة الأفريقية لأنه كبال حتى في البطولة الأفريقية الأهلي شغالوا بيرتب كل الترتيبات ونتعرفين مقرات النادي كلها فيها شاشات عرض كبيرة لاستقبال الأعضاء والاستمتاع بالبطولة المهندس أو العميد محمد مرجاني المدير التنفيذي عقد اجتماع مع مدير الأفرع المختلفة في النادي سواء اللي هو محمود الفشاوي مدير فرع الشيخ زايد أو العميد حسن مسعود مدير فرع مدينة نص أو الأستاذ خالد مرسي مدير مقر الجزيرة والمديرين المساعدين ومدير الهيئات المختلفة والقطاعات المختلفة في المقرات كلها وأيضا مدير منتجع الأهل في مطروح وفندق الأهل الجديد في مارينة اجتماع كان موسع لترتيب خطة العمل في الفترة اللي جاي خاصة دخول الصيف واستقبال الأعضاء مع البطولة الأفريقية كمان وانت بتعدد قلت كلمة جديدة لازم نوضحها للناس المصف أو البلاج الجديد في مارينة فيه يا جماعة النادي الآلي عمل خدمة جديدة لأعضاء شاطئ خاص مخصص لأعضاء النادي الآلي اللي راحوا استمتعوا جدا 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 بالميزات وبالتسهيلات وبالخدمات اللي موجودة واعتقد يعني ده نوع من من التطوير عشان تخلق منافس جديدة ورئات جديدة لأعضاء النادي الآلي طيب دورة الأفريقية بتبدأ والليلة تشبه البارحة مصر مفارقة التاريخية العجيبة فيما بين الأهلي والبطولة الأفريقية كاس الأمم مارس 1974 مصر بتتأهب لاستقبال هذا الحدث الكبير كانت البطولة الأفريقية التسعة والنادي الأهلي بيطلق مجلته كأول نادي في الشرق العوصر لعدد رقم واحد يحمل نادي يحمل مجلة تتحدث باسمه ده العدد الأول من مجلة الأهلي مارس 1974 وكان المنشت زي ما انتوا شايفين بدأت الدورة الأفريقية وربنا يستر ده في مارس 1974 ومارس 1974 والبطولة الأفريقية أو كاس الأمم التاسعة لها قصة حدو تكبيرة جدا لأن فيها مقاربات كتيرة بالوضع الحالي لابد أن احنا نعيد درس منه كويس لكن بصوا من مارس 1974 يعني بدأتكلم فيه 45 سنة احنا ما كانش متحدد مارس 1974 لانطلاق المجل بس أنا يعني لما انتهت جراءات الترخيص وكده حصل اجتماع احنا طلعنا قبلها بتسعة تيام بتسعة تيام بالضبط طيب هجي لك أنا سبب ظروف الصدور لأنه مرتبطة ببطولة إعلامية أخرى أو بطولة صحفية أخرى ليك لكنه بصوا مارس 1974 من 45 سنة يطلع الأهلي عدده الأول من مجلته بدأت الدورة الأفريقية وربنا يسر النهاردة مصر تتأهب لاستقبال أيضا نفس البطولة بكرا إن شاء الله فيطلع الأهلي عدد مجلته النهاردة شد حيلك بلد مصر وزنبابو في افتتاح كأس الأمم الجمعة وحديث عن قوة الفراعنة وبطولات الفراعنة في البطولة وعن تنصيب الكابتن محمود الخطيب ريدي سافيرا لكأس الأمم الأفريقية بصوا التاريخ بيعيد نفسه وبيعيد إنتاج نفسه إزاي نفس الحدث لنفس النادي لنفس المجلة في نفس التوقيت لكن مارس 1974 لحظات مخاض عندك تفاصيل كتيرة فيها لا يعني أنا بس التاريخي ده اللي حيهمني لأنه إحنا ما كانش فيه طبعا ترخيص بتطلع للمجلات الخاصة بس أنا ما رحت قابلت اللي كان مسؤول حافظ غانم مسؤول عن الموضوع ده يعني فكان عدو النادي محي رجب سكرتير قلت له حديد لي معادي معادي وكان تكليف من كابتن صالح سليم هو ده اللي أنا عايز أجيلك فيه لأن الحكاية لها جزور شوية وجزورها أنا يعني مسكتها بالصدفة بس للمهندس عدلي على خبر أو مش خبر في موقع من المواقع المعنية بالأرشيف ذاكر قصة عن مجلة اسمها مجلة الأبطال كانت بتطلع مطلع السبعينات والمجلة دي ذاكر خبر الناس بتتمنى أنه يحصل دلوقت أو ناس كتيرة من المصريين بيحاولوا يعملوا دلوقت ناس عاملة تجارب بشكل مختلف لكن المهندس عدلي القيعي سنة 74 ولا 72 لا ده كان 72 72 خبر ده 72 طب إيه الخبر نشوف الخبر كده على الشاشة لأنه ده موجود ويخص الكابتن صالح سليم والفنان الكبير عمر الشريف اتفضل يا بشهون ده عندما قرر صالح سليم وعمر الشريف اقتحام الدور الإنجليزي بنادن مصري القصة أنا هقراها ولازم أن المهندس عدله يعقب عليها لأنه زي ما بنحاول ناخد منه خبر دلوقت وهو طبعا بيقفل زي ما بتشوفه هو استخدم اللقم الصحفي مع كابتن صالح وعمر الشريف من فبراير 72 وكان قالك نشرت مجلة الأبطال في عددها يوم 10 فبراير عام 72 خبرا بخصوص الصديقين الميستر صالح سليم أسطورة النادي الآلي والفنان العالمي عمر الشريف ونية إنشاء أول نادي مصري في الخارج قالت المجلة اللي هي مجلة الأبطال وهي مجلة رائدة في الصحافة الرياضية وقتها بأن الثنائي تحدثها حول فكرة أول مشروع كروي من نوعه وهو إنشاء نادي خاص للعبين المصريين في إنجلترا على أن يتولى صالح سليم مسؤولية اختيار اللاعبين وإدارة النادي وبدأت الفكرة عندما زار صالح سليم لندن لمقابلة صديقه عمر الشريف فبعد جلسة بينهما تحدثها حول هذه الفكرة الجديدة وأكد الميستر بأن الفكرة ستكون صعبة وخاصة أنه يجب على هذا الفريق الاشتراك أولا في دور الدرجة الثالثة سم الصعود للتانية فالأولى ليقترع عمر الشريف أن يكون هذا النادي في فرنسا وخاصة أنه يملك أسهما في أحد الأندية الدرجة الأولى هناك وأشارت المجلة بأن هناك جلسة أخرى ستجمع صالح سليم وعمر الشريف من أجل البدء في تنفيذ الفكرة وإخراج المشروع للنور وهو الأمر الذي سيرفع اسم الوطن العربي عاليا فبراير 72 كان الكابتون صالح يعني بدأ يتردد على لندن في بداية مشوار رحلة العلاج اللي استمرت شوف بقى من إمتى يجي 28 سنة ولا 30 سنة أكتر أكتر يعني بداية زيارته لندن ما كانتش للفصح لا 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 فهو كان بيروح بس ما حدش عرف دي خالص إلا يمكن بعدها بعشرة سنين ولا حاجة أنه كان بيروح للعلاج يعني هي تعرف زي لما لاحزنا أنه بطل السجاير النمط الحياتي بتاعه تغير فقعدت روان كده قال لي ده الدكتور قال لي يتخفف يتعب قال لي أنا يبطل يا ما بطلش قال لي يبقى لازم تبطل وفور فالكابتون صالح كان يلتقي الفنان الكبير عمر الشريف في لندن فرجع مرة كان تمال يرجع بقى معه توططت علاقته أنا في الفطرة دي بالكابتون صالح كان يرجع معه شريط مثلا ماتشاط يا عدل أنت فين تعال نتفرج أنا عندي ماتش كذا كذا هروح أتفرج فمرة قال لي أنا اتفقت مع عمر الشريف أو بنفكر أو أحد مش حلم أفكارنا المهمة أنا شاف أن المصر مليانة مواهب بس نمط الإدارة شوف من إمتى الإدارة ونفس الكلام ما فيش احترافية ما تساعدش اللعيب على أنها تبقى يعني زي أوروبا فممكن جدا من خلال نعمل نادي للجاليات المصرية هناك نستخدم فيه المواهب المصرية ويبقى جمهوره موجود من المصريين والعرب هناك مشروع حينجح وكان بيتكلم بجد لكن بعد شوية هو انخرج بقى كان ابتدى يهتم أنه يبقى مشرف على الكرة في النادي الأهلي ويكون فريق التلامزة وبعد شوية دخل بقى في ستة وسبعين انتخابات النادي لأيلي بس خرج منها الزيارات دي جالي مرة مع مجلة كده قالي مجلة ليفربول بيطلع على المجلة دي ليفربول اه طب مش معنى إلا لأن المجلة اللي كتبت الخبر تعكبني الصالح كان بتاعتي الأبطال فهو عارف انه عندك مشروع فهو قال انت عامل عامل في الأبطال وقال لأنا وقفت بعدها بسنة قال لي طب ليفربول عاديين نعمله مجلة ونستفيد من خبرتك قلت له أنا هقول لك أنا وقفت كان عندي عربية بعتها وكملت لكن مقدرش أكمل عادت سنة وشوية فقال لي عايزين نعمل مجلة النادي الأهلي ده ده اللي رجعنا الحديث عن مجلة النادي الأهلي فقلت له طيب بس ما بيطلع عشر وخص هنحتاج يمكن جوابات من نادي الأهلي ونقول ان ده نشاط رياضي لن واهداف المجلة ملاش دعب السياسة ملاش دعب الأهداف الأولمبية وروحت قابلت الأستاذ حافظ غانم وقال احنا بنطلع عشان مجلات قلت له ده مجلة نادي حتبق الرياضة المحضة وما عندناش مشكلة خالص ان احنا لو شفتوا اي خروج عن الرياضة او تلمحات ان احنا يعني ينصوب ينتوقف المهم وقال ان بعد شهر اثنين محي يقول تعالى الرخصة خلصت فطلبت اجتماع للمجلس الادارة واجتماع الفريق مرتاجي وكنت اتكلمت مع رحمة الله عليه الاساس جلال الحمامسي الجلسة وبعدين قال كويس انكو جبتوا الترخيص انا كان رئيس الفريق مرتاجي كان رئيس الفريق مرتاجي حضر أستاذ جلال حمامسي وقال بس انا مش هكون فاضي ان اقدر رئيس مجلس ادارة وفكر ان هو الوحيد الاساس جلال حمامسي رئيس مجلس الادارة من غير رؤساء النادي ثبت ان رئيس النادي بصفته بصفته لاجي مرأس المجلس الادارة وبعدين خدوا قرار ساعتها انا رشحت ساعتها الاساس عبد الرحمن فاهمي ربينا دول الصحة رئيسا للتحرير و كمال حافظ رحمة الله عليه رشح الاستاذ فاروق يوسف ناقب رئيس تحرير وانا مدير التحرير وانا بقى قلت له ما جماعة احنا كمان اقل من عشرة ايام عندنا حدث مهم لازم نطلع معاه ازاي الاستاذ جلال حمامسي قال احنا لازم يطلع العدد رقم زيرو وتعمل تجارب ونعمل طباعة ده موضوع اللي ما ياخدش اقل من شهرين قلت له يا جلال بيه الحدث بايع نفسه احنا نطلع معه محدش عارف ان احنا طلعين قلت له مش بمجرد ما هنطلع مع افتتاح البطولة كل الناس هتكلم على مجالة الاه فدحك قال لي حشنقك لو الموضوع ده باز بسبب التعجل بتاعك ده انا كنت مختنع جدا مش معقولة يبقى كل الافارقة عندنا وكرامر المدير الفني للمنتخب وما نطلعش في الحدث ده وفعلا كرة مرة اعملت معاه حديث في المطعم بتاع النادي الاهلي وطلعت به فاعتقد ان الانطلاقة دي الظروف هي اللي خلقتها واستمرت انا يوم انا فاكر كان الاساس رحمة الله عليه الكابتن حلم زمورة وكرئيس الاتحاد وكنت رايح عايز تذاكر لمجالة الاهلي فرايح له بقول له عايز تذاكر لمجالة الاهلي قال لي ايه؟ افتكدني باستهبل عايز انا تذاكر قال لي ايه؟ قلت له ادي جواب ده احنا عطلعين يوم اللي افتتاح قال لي ايه يا ابني؟ قلت له والله عندنا ناس وعايزين مصورين والناس تخشوا ودهان التذاكر يعني فابتدت الليلة بالانطلاقة دي والحمد الله كملت يعني وكملت علشان يواصل الاهلي انتصاراته في كل المجالات في كل مجال هتلاقي الاهلي هو الرائد فيه سوء على المستوى الاعلامي كان اول نادي يملك مجالة تتحدث باسمه كان اصبح او بقى اول نادي يملك قناة ايضا تنطلق باسمه في الفضاء الواسع لكن كمان حتى على صعيد الكورة والرياضة لو رجعنا في كرة القدم اكثر الاندية تمثيلا للمنتخبات الوطنية في كل مشاركات مصر في الامم الافريقية هتلاقوه النادي الاهلي الاتحاد الافريقي لما حبي يختار اساطير او الفرنس فوتبول لما حددت اساطير الكرة الافريقية في تاريخها كان من ضمن اربع لعيبة اخترتهم من مصر كان فيه ثلاثة من ابناء النادي الاهلي هو ده النادي الاهلي اللي زي النهاردة ولكن في 20 يونيو 1980 بيفوز على شقيقه الزمالك 2 واحد في الدوري جمال عبد الحميد ومصطفى عبدو للأهلي وحسن شحاتة للزمالك لئتين من بداية المباراة نجل أهلي نتخدم بقوة في جيمة جمال عبد الحميد نأنا محسوط بقى كبتين يجوين الله الحمد محسوطاً 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 رحفة محسوطاً أنا جاي لك على أزمة الجيل لأنه دي قضية في اللحنة نشوفه ده دول عبقرة كرة أنا بتصور أن هذا الجيل هو المتخم بأهم كنوز ومواهب الكرة المصرية ليه كنوز الكرة المصرية لم تستغل إزاي هذا الجيل بكل هؤلاء العبقرة الموهوبين لرحكس عالم ولا خاد أمم أفريقية ولما طبعا في 86 في كتير من نجوم هذا الجيل لحقوا الفوز بالكأس الأمم الأفريقية لكن حتى لما مصر استضافت بطولة 74 خرجت بصدمة كبيرة جدا قدام فرقة بتلعب معها دلوقتي في نفس المجموعة في البطولة اللي هتبدأ بكرة بعد الفصل حنشوف إيه أزمة هذا الجيل المتخم بالكنوز الكروية وسبب فشل الزريع المحيطة بيها تقريبا بتحولها إلى نقطة انطلاق مختلفة نقطة انطلاق للمجتمع المصري في اتجاهات تانية كتيرة المسألة أكبر من مجرد بطولة والحكاية مش حكاية بطولة ولا حكاية السد زمان الحكاية حكاية بطولة فعلا لما مصر أخدت تنظيمها أخدتها قبل ست شهور من انطلاقها الكاميرو انتعثرت في ملف الانشآت اللي يسمع النهاردة رئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد رشواندس وهو بيقول أنا يعني عايز أعمل تعظيم سلام لمصر اللي أنا شايفه بلد خدت البطولة قبلها بخمس شهور قدرت تنجز البنية التحتية الرياضية في ملاعب وانشآت هم نفسهم مبهورين بها جدا وبيشكر الرئيس عفتاح السيسيو بيقولك اللي احنا لقيناه من الدعم والمساندة والاهتمام ما كناش نتخياله أبدا فممتن جدا للي مصر عملته وعندهم امتنان ان هي دي البطولة اللي مصر راعت انشاءها سنة 57 ما هو احنا حاسين واحنا في البيت ان فيه حاجة مختلفة يعني وانت قاعد قدام التلفزيون كده وانت قاعد بتشوف الصور اللي بتطلع والاسعدادات اللي بتطلع وطريقة كلام الناس وطريقة كلام الاستوديات التحليلية عن البطولة لا هناك يعني دم جديد يجري في شرايين الكرة المصرية ومناحي الحياة لان انت النجاح بيبقى عبارة عن ايه عن طرق عن مواصلات عن التذاكر عن نظام دخول وخروج عن تأمينات عن استقبال الضيوف وصلهم الى اماكنه في اللوكندات تحركاتهم بسهولة ويسر من الفندق الى الملعب للتمرين او لاداء المبرهة والعكس كل ده هيتعمل بشكل مختلف وشكل احترافي وبشكل يعني عراقي يعني انا بقول لك حط كلمة الرقي امام كل كلمة خليكوا فاكرين البطولة دي هتعمل ايه في المجتمع باذن الله عشان كده حتى الفكرة الحضرية جدا اللي احنا فعلا ملينا من المطالبة بيها انه ازاي تقدر تدي تذكرة لمشاجع وانت مسجل بياناته والاهلي عنده تجربته شركة تذكرتي لما اقدمت على هذه التجربة مع بطولة الامم الافريقية المهندس انا بريد انبالح سمعته بيقول احنا هنكمل التجربة دي في الدور ان شاء الله في الموسم اللي جاي فكتير من الثمار الكان يفترض ان هي تنتقل للحياة الرياضية كلها وللموسم الكرة واللي جاي بس عشان تنجح التجربة وعشان فعلا واحنا مستضفين في ارضنا 23 دولة بكل وفودهم وبكل سياحهم وشوفوا كل الوزارات متفاعلة ازاي لابد ان كل المشجعين يلتزم وينضبطوا بكل الضوابط اللي هقولها لكم دلوقتي اللي وزارة الداخلية النهاردة اهتمت ان تطلعها وتناشد الجمهور وتهيب بهم انه يهتموا بداء عشان الحدث ينجح لازم ان نتغير اساليب الشغب والجمهور الغلبان اللي بي ناس بيروح المدرج عشان ناس تهتفوا ناس تخرج عن السلوك فنلاقي ناس منهم لغاية دلوقتي بيتحكموا بيتحاسبوا ليه؟ ما خلينا نتكلم على ارضية اولا فيها من الحالة الانضباطية العالية فيها من تحديد الشخصية والهوية بشكل جيد كل مشجع بياناته معروفة كل واحد هيشيل شلته مفيش مشجع حيتظلم مفيش مشجع حيتقبض عليه عشوائيا مفيش واحد هيدخل يتحبس ولا يحتجز واسرته تشتكي وتبكي وانه وراه امتحانات لا كل واحد هيكون مسؤول عن تصرفه الشخصي وفعلا ما حدش هيتسئل إلا المخطئ وفقا لمنظومة العمل اللي تمت فقالت واللي أصبح من خلال هذه المنظومة أستاذ إبراهيم اللي حنسردها دلوقتي كخطة خطة حتفاهم الناس إيه اللي هيعملوه بالضبط من أول ثانية حيروحوا المطشعة إزاي وخرجوا إزاي وخشوا إزاي لكن طريق التحديد دقيق لكل واحد وكل واحد حنكتشف إزاي إنه واضح وباين بيعمل إيه بالضبط فلا فوضى ولا ظلم اليوم الدخلية قالت لن يسمح بدخول الأستاذ لن يسمح إلا لحامل الفان أيدي الفان أيدي اللي هي بطاقة هوية المشجع اللي هي بيحصل عليها إزاي واحدة واحدة عشان نفاهم الناس بقى هو علشان ياخد تذكرة عمل بطاقة الفان أيدي دخل كل بياناته وسجل كل المعلومات بتاعته الشخصية واستخرج الفان أيدي فأصبح هو زي ما يكون مشترك في جماعة المباراة بزي الكرنية هو بعد كده مش هيشتري تيكت مش هيشتري تذكرة إلا لو معاه الفان أيدي يبقى محدش هياخد تذكرة خالص إلا اللي معاه الفان أيدي فالتذكرة اللي طلعه برقم طلعه طلعه المين لفلاني لفلاني فهو أنت داخل الأستاذ هتطلع الفان أيدي والتذكرة معاك محدش هيدخل بتذكرة وما معهوش الفان أيدي والفان أيدي نفسه كأيدي كبطاقة هوية مش كافي لازم أن يبقى أنت معاك التذكرة ومحدش هياخد تذكرة من غير بياناته ما تتسجل والناس في اتحادوا الكرة اللي كان بيوزعوا تذكرة بالكتير قوي ومنهم اللي كان بيبقى في السودة كتير ومنهم ناس كتيرة امتصت دماء الغلابة في بطولات سابقة كل ده انتهى لا فوضى اليوم الدنيا داخت السيطرة الشديدة حنقول انتهى ليه أنت معاك الفان أيدي رح تشتري التذكرة بعدين جاء لك حاجة يوم واحد يقول لك يكسبك كرسين وخده منك مش هيعرف يخش به ليه لأنه انت بتخش بالتذكرة وبيطبق بالفان أيدي بالاسم بالبيانات بالرقم اتعرضوا تصور كتيرة يعني لو شوارب معاها صور هتشوف صور كتيرة اللي التجارة وبتعاملت وشفناها اه فما فيش مجال ان واحد ياخد تذكرة ويخش من غير الفان أيدي فبتقول وزارة الداخلية انه لن يسمح بالدخول الاستاذ الا لحامل الفان أيدي والتذكرة اخيرا هتقضي على السوق السوداء سيتم فتح ابواب الاستاذ للجمهير من الساعة الواحدة بعد الظهر يوم المباراة على ان تغلق الابواب في الساعة السادسة والنصف مثلا المباراة الساعة عشرة الباب هيتقفل ستة ونصف طبعا الافتتاح قبل منه فدي اجراءات خاصة بالافتتاح يحذر استحاب الممنوعات والالات التي يمكن ان تحدث ضررا عاما بجسم الانسان فكرة ان انت تتفتش بره فتتلاقي معاك حاجة فتلاقي دايما وابدا على البوابات واحد معا باوربانك بتاع التليفون واقف عمال يهاتي مع رجالة الامن انا عايز ادخل لا ممنوع وتلاقي دايما وابدا على البوابات الزحمة بسبب الممنوعات عشان كده الامن حريص انه يوضح هي ايه الممنوعات اللي راح لاستاذ راح يستمتع انت عارف ان واحد اتنين وثلاثة واربعة وخمسة ممنوعية الباوربانك ده زي زي التليفون ده الكابتن البلتاجة تفتح دماغه بتليفون بتليفون فقال الامن يسمح فقط بدخول اكواب المياه البلاستيكية وعبوات العصير الكرتون والاطعمة في اطباق فويل والهواتف المحمولة تليفونك المحمول معاك كما تم تزويد المدرجات بكاميرات مرأبة لرصد كافة مظاهر الشغب او الاحتكاك واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها يعني بصوا فيه كاميرات مترشاقة في كل جوانات بلستيات المشجع وهو قاعد متحدد كويس اي خطأ اي خروج عن القانون اي تجاوز اي إساءة خد بالك امعلم انت متصور وبشكل واضح ده الجديد بكاميرات المرأبة المترشاقة في الاستاد ده الجديد ان فيه ده يمكن عمليات مراجعة وبروفا لاستلام الفان اي دي والتعامل مع الشباب الرائع من المتطوعين لكن الجديد زي ما قال بيان الداخلية انه سيتم تأمين الاستادات وجميع مباريات البطولة لأول مرة باستخدام طائرات الدراونز انا مش طيار فمعرفش ده هيتم ازاي لكن الكلام اللي تقال انه عن بعد هيتم تصوير الاستاد ما احنا بنشوف طياران كده بدون طيار فيها كاميرات وبتليف بالضبط دي سهلة جدا يعني فهيتم تصوير تفاصيل التفاصيل داخل الاستاد فالمسألة كلها تحت السيطرة وتحت الرقابة وتحت المتابعة علشان لا يدار شاب عادي ولن يظلم حد ملتزم بالقانون وفي نفس الوقت لن يفلت متجاوز فاللي رايح رايح ينضبط رايح عارف ان الكرسي اللي قاعد عليه ده بلده تكلفت فيه كام هيشوف مستوى الكرسي اللائق والمحترم زي ما بيشوفه بطولات كاس العالم هيشوف مستوى ارضيات مختلفة هيشوف اجواء مختلفة تماما هيشوف معاملة كريمة ولايقة زي ما بيشوفها بالشكل الحضاري في البطولات العالمية نقص ان انت تلتازم زي ما الناس بره بتلتازم عشان كده مش هتكون المسألة متسابة الى هاي وهنا النقلة النوعية رحيم ان ما فيهاش مسائل تقديرية خلاص انا عندي اجراءات انت هتحترم بيقولك وريني انت سايق عربية وريني رخصتك ورخصة العربية حتى العوم اللي بيهدوء الدنيا هتمشي تصدل حضرتك هتقول لأ مش مريك الرخصة خلصت ما خلصتش ما معيش بقى فيه مشاكل فهو دايما الالتزام بالنظام احسن حاجة وانا الاواني ان احنا كلنا في كل حياتنا نلتزم بهذه الوقت نحترم القانون وضع خطة مرورية لاستخدام التحولات والمحاور المرورية البديلة بمنطقة الاستاذ عند الضرورة لان الحقيقة اللي تم من انجاز فيه شرايين مرورية كتيرة حوالين الاستاذ انا ناس كتيرة اتكلمت بعجاب شديد جدا لي ازاي تم تفكيك كل المحاور المرورية حوالين الاستاذ انت كانت الشكوى ان الاستاذ القاهرة لما تبنى بالمناسبة تبنى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فتتحه في سنة ستين واول بطولة اقيمت فيه للكاس الأمم الافريقية اربعة وسبعين لكن لما اعاد تطويره دلوقتي وتحديث واعادة افتتاحه يتم تفكيك المحاور المرورية الكتيرة حوالين منه عشان تبقى فيه درجة انسيابية وانسيابية عالية جدا انسيابية وفيه خطط بديلة هنا تسدت تسدت طريق تقدر تروح من حتا تاني بالزبط وضع علامات ارشادية بمنطقة استاذ القاهرة لارشاد واعلام الجماهير با اماكن الدخول وساحات الانتظار وطرق الوصول والخروج منع حيازة الالعاب النارية او المواد الحارقة او قابلة للاشتعال او الاتيان باية افعال تؤدي او تحدث اعمال شغب سيتم تنفيذ القانون تاني سيتم تنفيذ القانون بكل حسم وحسب في مواجهة اي اخلال بالامن والنظام دي مسألة لا تقبل ابدا عشان كده الكلام على ان الشامريخ ممنوعة اي ادوات حد ممنوعة اي حاجة تحدث اي ضرر باي حد ممنوعة احداث اي تلف بالمنشئات العامة او الكراسي ممنوعة منعا باتا وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وحسب الاستعداد باجهزة الكشف عن بطاقة المشجع او الفان اي دي ومطابقتها مع التذكرة الاستعداد التام بالبوابات الالكترونية الخاصة بكشف المعدن والمحزورات لاول مرة في الملاعب سيتم الاستخدام اجهزة خاصة لكشف الشامريخ والالعاب النارية والصواريخ لاول مرة في مباراة البطولة يمكن تحديد موقع كل مشجع داخل الاستاد وتحركاته ووزارة الداخلية تهيب بالجماهير الالتزام بالروح الرياضية يعني جولة هي قدامة بين الاستادات المختلفة يعني كلهم على نفس الشكل الرائع المبهج يعني شوف اللي تم من بنية تحتية في الملاعب أباش مهندس أمر غير طبيعي بالمرأة غير طبيعي يعني أعضاء اتحاد الكورة نفسهم ناس كتيرة كنت بتكلم معهم اللي مين اللي فاتوا هم ما كانوش متصورين لأن الشركات اللي خادتها تحت متابعة القوات المسلحة محدش كان عارف حاجة من اتحاد الكورة إيه اللي بيتم بص عشان كده من دي وان البطولة دي ما كانتش تحت إشراف اتحاد الكورة رئيسه فقط ممثل في اللجنة العليا والباقي كله يعني الحقيقة الدولة اللي ما كانتش هيتحصل كده ما كانتش هيتم بالشكل ده فده الشكل الكبير اللي أنا بقول لكم اللي تم طبعا الجمهور ودوره ومسؤولياته دي مسألة كبيرة جدا أكيد هنتكلم فيها لأنه الملاعب اللي تمت مش بس في القاهرة حتى في المحافظات اللي هتستقبل البطولة سواء استاد اسماعيلية أو استاد السويس أو استاد الاسكندرية الأمور اللي تمت كبيرة جدا متاشي لأن انت في نقلة كبيرة بكسف الأمم الأفريقية جماعة مش هياخده للملاعب دي ويروح يعني أحمد أحمد مش هياخد المفتاح هو هو ماشي الملاعب دي هتقعد لمصر وهتقعد للفرق المصرية وهتقعد للمنتخبات المصرية وهتقعد لللاعب المصري أنت هقول لك حاجة في حاجة غير مباشرة بقى ها ها أنت متخل الملاعب دي أما تستقبل المطشاة المحلية بتاعتنا هترفع المستوى الفني بتاع اللعبة ازاي طبعا هتقلل الإصابات ازاي يعني هتعمل نقلة نوعية مش عايزة منخش شوف أكتر حاجة يعني أنا يمكن ده سكندرية ده يا جماله بقولك التطوير اللي حصل للبنية التحتية في الملاعب مش طبيعي الفكرة اللي احنا شفناها من ملاعب في الفترات البعيدة وكنا بنتكسف أن احنا نقول أن دي ملاعب مصرية مصر اللي علمت كل المحيط اللي حواليها يلعبوا فين ويلعبوا ازاي تبقى ملاعبها بالشكل ده لا أنت النهاردة في كل الملاعب بتاعتك أنت بتضاهي المستويات العالمية الكبيرة ده أهمية أنت تتفاعل معاك كل أجهزة الدولة كل وزارات الحكومة المصرية أنت بتكلم مع الداخلية ده خد الإفتاء يعني أنا مش هقولك على الاتصالات وزارة الاتصالات واللي حصل من إزاي يقدر يعلي الساعة والكفاءة بتاعت حتى شبكات المحمول والواي فاي وإزاي يقدر فعلا يرتقب المستوى ده النقل إزاي تعمل طوارئ في السكة الحديد أنا جبت المحطة بتاعة التايم في الأول كانت منملة لاحظت بعد شوية أن الصورة بدأت تتنقى جدا يعني شوفوا حتى رجال الدين وتفاعلهم الطيب مع حدث يهم الشعب ما هو الدين مش بمعزل ولا بمسافات بعيدة عن الناس من برح كان فيه خبر مهم جدا أنه فضيلة شيخ الأزهر تلقى اتصال من الكابتن محمد صلاح وأدي الرجل دكتور أحمد الطيب كلمه على أنه حافظ على التواضع حافظ على مسندة ومساعدة الفقراء حافظ على الروح الطيبة مع زميلك تحافظ دايما وأبدا على ارتقاك وتطورك وكان واضح أنه صلاح المكالمة ساد يومانيه السنغالي صديق صلاح في ليفربول لما اتصل به أول ما جاء عامل يا أسد شرفت مصر انوارت مصر فقال له ما تنسنيش في وعدك معايا أن أنا أزور الأزهر فواضح أنه مانيه لما طلب من صلاح يوفر له فرصة لزيارة الأزهر الشريف مكالمة صلاح لفضيلة شيخ الأزهر كان لترتيب هذه الزيارة النهاردة دار الإفتاء بتطلع بيان تناشد فيه الناس فيما يخص بطولة كأس الأمم المسألة أكبر من مجرد لعبة كورة ده حدث مجتمعي مهم جدا بيراد منه حدث نقلة نوعية مختلفة أيوك أنا حاسس أن الدولة تنظر أن احنا من خلال هذا الحدث اللي هو حيبقى محور اهتمام العشرات الملايين من الشعب المصري بمختلف مراحله السنية وانتماءاته وثقافاته هو فرصة لتمرير ودعم السلوك ودعم النظام ودعم الالتزام ودعم الولاء ودعم إزاي نقول أن احنا قادرين نعمل حاجة حلوة ونحافظ عليه دعا الدار الإفتاء المصرية جموع المصريين إلى ضرورة الالتفاف حول أهداف الوطن العزيز وطموحاته المتمثلة في تحقيق الاستقرار والرفاهية والرقي لهذا الشعب العظيم وأن يكون الجميع على مستوى المسئولية بتفويت الفرصة على المتربصين بمصر وأمنها وسلامتها وأهبت بالمصريين أن يدركوا أن التاريخ شاهد بأن من أراد مصرنا بسوء فإن الله تعالى يرد كيده في نحره فمصر السلام لا تعتدي على أحد بل تمد يديها بالسلام والأمن والتعاون والخير إلى كل شعوب العالم ونشهدت دار الإفتاء الجماهير المصرية أن يلتفوا حول منتخبهم الوطني بطريقة أخلاقية حضرية تليق بسمعة مصر وحضارة شعبها العظيم ومهما كانت النتائج فعلينا أن نتعامل مع كل الضيوف والوفود المشاركة بما تمليه علينا قيمنا وأخلاقنا وحضارتنا فجميع الإخوة الأفارقة ضيوف كرام عندنا ومن حق الضيف أن يعامل على أنه في وطنه وبين أهله وجيرانه وينبغي أن نعمل على الاستفادة من هذه المناسبات الطيبة في تحقيق المزيد من أوجه التعاون وأسباب التواصل وتعميق أواصر المحبة والصداقة والإخاء بين الدول والشعوب كما دعا الدار الإفتاء لعب مصر الأبطال إلى بزل ما في وسعهم لإسعاد جمهير المصريين الذين يدعمونهم بقلوبهم وأرواحهم مؤكدة أن مثل هذه الإنجازات تبث العزم والطاقة الإيجابية في أرواح المصريين جميعا وتجدد روح تحقيق الإنجازات والانتصارات عند المصريين كل في مجاله وفي تخصصه وختم الدار الإفتاء بيانها قائلة ينبغي علينا أن نعلم أن كل إنجاز رياضي أو اقتصادي أو علمي أو أدبي أو أخلاقي هو رصيد مضاف إلى الأجيال القادمة ترفع بها رأسها عاليا ويساهم في استكمال مسيرة الوطن نحو التقدم والإزدهار وأننا إذ نفخر بما تركه لنا أسلافنا من إنجازات عظيمة في كافة المجالات وشتى العلوم والفنون يجب علينا أن نتعاون معا لكي نحافظ على راية مصر عالية خفاقة فلنقدم أفضل ما عندنا إلى الأجيال اللحقة ولا ننسى ده بيان دار الإفتاء ولا ننسى أن نشكر قيادة مصر الحكيمة المتمثلة في فخامة الرئيس عفتاح السيسي حفظه الله الذي لا يتدخر وسعا في تقديم الدعم المادي والمعنوي الذي يساعد اللاعبين على تحقيق الإنجازات التي تسعد الشعب المصري العظيم نسأل الله تعالى أن يوفق مصر والمصريين جميعا إلى ما فيه الخير والتقدم والإزدهار لما دار الإفتاء المصرية اللي تقريبا ما بتسمعوش الكلمة بتاعتها إلا مع رؤية الهلال بكرة صيام ولا بكرة افطار بنترقب كل ما يصدر عن دار الإفتاء في مثل هذه المواعيد المسلمية لكن لما تتطلع بمسؤولياتها أيضا العامة تجاه وطن بينظم بطولة يلتف حواليها شعبه ويستضيف 23 دولة شقيقة من دول القرى السمراء نبقى في لحظة تحول نوعي في الفكر ما هي بقولك هي أنت بتستغل الفرصة مش سايب حاجة بتكلم الجوانب الأخلاقية من خلال يعني قولوا الأمر اللي هم محل الاحترام والتبجيل والتوقير والثقة فأرجو أنها تؤتي ثمارها حتؤتي ثمارها بإذن الله إلا أصحاب النفوس بقى اللي هي متمردة ودون وشازة مش هتلاقيهم كتير فاللي جنبهم يقومهم يعني كل واحد يكون حريص أنه ما سمعش للحد يتصرف تصرف في إخلال بالنظام وعدم التزام جنبه يعني ومش بالعنف إنما بالتوجيه أو بالإنك تجيب حد يتعامل معه لأن الأمر قد ينطيف بعض الأحيان أن حد يحب يشويه لك المنظر ده لا مش هنسمح بهذا بإذن الله دي من صفحة دار الإفتاءة طيب أنا عايزة أقول لك بقى حاجة تعالى عشان نسي يستفيد من عادتنا دي بشكل عملي هنا بيقول لك تعرف على طرق المؤدية الاستاد للقاهرة فأنا حقول لك أنا معي دسكرة درجة ثالثة أروح من هنا مكتوب قدامك هنا بطاقة المشجع الفن أيدي أول خطوة فهتروح منها من علامات إرشادية دي كل أيدي بالتسكرة بتاعتها هتوصل من طريق النصر أو يوسف عباس إذا كانت تلت أيمن من النصر أو يوسف عباس يعني أنا معاها تذكرة درجة ثالثة يمين يام الشارع النصر يوسف عباس في اتجاه الاستاد وهلاقي علامات إرشادية تقول له هذا الكلام وأنا بأبرز الأيدي طيب الشمال ثالثة شمال هتبقى يوسف عباس أو صلاح سالم يبقى النصر أو يوسف عباس واليمين يوسف عباس وصلاح سالم طيب لو درجة تانية هتبقى من يوسف عباس بس يبقى التالتة والتانية التالتة شمال ويمين والتانية من يوسف عباس كله والشمال من طريق النصر معاه واليمين من طريق صلاح سالم طيب الدرجة الأولى بكل فئاتها بقى ده يقدر روح الاستاد من استخدام شارع ممدوح سالم المؤدي إلى المدخل الرئيسي مش كده؟ اه بعد الوصول الاستاد القيرة والدخول للمناطق المخصصة لكل تذكرة هتلاقي قدامك علامات إرشادية ومتطوعين مهمتهم مساعدتك في الدخول والوصول إلى المكان لا معنا بنكلف الأول التوجه عشان ما تعودش تلف حوالي الاستاد بالضبط انت معك درجة أولى هتروح من ممدوح سالم على المدخل الرئيسي جوه بقى العلامات الإرشادية هتقولك طيب الفي اي بي هيخش من طبعا من البابة الرئيسية عن طريق شارع مصر وبعدين الفنجاري وبعدين مدخل المأسور المأسور الضيوب بقى حامل تذكر البريمير فلم أن يستخدموا المركز برضو عن طريق النصر هلقوا علامات إرشادية المسألة أرجو أننا نكون يعني بساطنا بقدر ما يمكن أن نكون الأول ما تلفوش كتير حوالي الاستاد طبع هتلاقوا علامات إرشادية وهتلاقوا متطوعين والحقيقة الشباب المتطوعين شباب يفرح بجد لأنه دايما وأبدا فكر التطوع فكر راقي وفكر حضاري وبيعكس درجة الانتماء درجة الاهتمام درجة النبل اللي عنده هذا الشخص المتطوع لأنه مبدئيا بيتطوع بوقته وبجهد وبصحيته عشان يسعد غيره أو عشان يخدم بلده ده فكر التطوع ولما بيبقى من شباب متعلم كويس شباب عنده لغة شباب قادر على مهارة التواصل حتى مع الثقافات المختلفة وقادر على التعامل مع ضيوف مصر بتبع حاجة راقية جدا عارف دي هيبقى لمردود إيه قاعدة عريضة جدا من الشباب وثقافة معوانة الضيوف والأغراب حيكون لها مرضود رائع على حركة السياحة في مصر مؤكد لأن التعامل مع السائح أو الأجنبي هو مرآة الشعوب دايما يعني الشعب اللي بيوجيد هذا ولذلك المواطن في الأقصر والأسوان والحيطة السياحية والبحر الأحمر والغرداعة والشرم الشيخ المواطن بتاعها مختلف شوف أنت حتى أو أنت بتقول لي أنت حتقدر تفرز نوعية هتقدر تربي كوادر تعرف من إجمالي الآلاف اللي تقدموا للتطوع من الشباب المتعلم المثقف الراغب المنتمي الواجهة الحضرية ده بعد اختبارات وبعد اختيارات كتيرة اختاروا بص اللي شغالين دلوقت في البطولة عشان تشوفوا حجم اللي بيحصل على الأرض ستمية وتسعين شاب متطوع في مجموعة القاهرة ستمية وتسعين واحد في السلام فيه ربعمائة تلاتة وتلاتين يعني استاد القاهرة فيه ستمية وتسعين متطوع استاد السلام فيه ربعمائة تلاتة وتلاتين الدفاع الجو فيه ربعمائة تسعة وربعين استاد اسكندرية فيه ماتين تلاتة وتمانين شاب متطوع استاد السويس فيه ماتين ستة وتمانين شاب متطوع واستاد الإسماعيلية فيه تلتمية تسعة وتمانين شاب كل دول بص بقى استاذ إبراهيم كل منتخب معي اثنين متطوعين بيجدوا لغته هاقول لك يعني الانتقائية بعضهم او معظمهم يتحدث من ثلاث الى اربع لغات اللي بيكلم فرنساء حيلاقي اللي يرد عليه اللي بيكلم انجليزي حيلاقي رد عليه الماني حيلاقي اللي بيرد عليه ربما لاتيني او يعني ايطالي اعتقد كل اللغة حتى عارف اللغة السواحلية بتاعة لكنهم مش شديدين سياحيين مش يعني الشباب ده حيخرج مسلح بخبرات هتقدموا في حياته العملية وانت عامل حساب حتى للمراكز الاعلامية عندك صحافين جايين من اليابان طلينة المان يلاقوا حد يتعامل معهم شباب متطوع بيتكلم لغاتهم الاناث نسبة تمثيل الاناث في التطوع تسعة واربعين في المية بص المجتمع اللي فعلا بيتغير اللي بيدي حقوق حتى للمرأة في صميم العمل في الاحتكاك حتى مع ثقافات مختلفة تسعة واربعين في المية نسبة تمثيل للاناث في شبكات التطوع الامور جاية في سكتة طبيعية وفيهم كتير على فكرة هتلاقي منتشر في المدرجات لإرشاد الجماهية يعني التوعية كلهم مش هيوفوا جنب بعض هم حيتوزع عشان يسهلوا الدنيا على الداخلين بالزبط يعني لانا قلتوا في كلمتين دول هتلاقي كل الشباب ده بيقابلوك من برة من الشوارع دي بيرشدك طيب كنت قلتلكوا قبل الفاصل والمهانس عدلي بيتكلم على لما شفنا لقطات مباراة الأهل والزمالك تمانين وقلنا جيل كان فيه كل هذه المواهب العملاقة اللي المهانس عدلي وصفهم بأنهم مكنوز لأنه لو أعدت أعدد لكم أسماء اللعيبة التقيلة الموهبة بجد في السبعينات والستينات والتبانينات الجيل بالزاد بتاع السبعينات والتبانينات اللي شفتوا بعض اللقطات منه كابتن حسن شحاته من كم يوم شفت له لقاء مع كابتن أحمد شبير وكابتن أحمد شبير وهو نجم التسعينات لما شاف أو تذكر ما حدث فيه أربعة وسبعين سأل الكابتن حسن السؤال اللي أنا سألته للمونتس عدلي بس عشان أفكركم أرضية السؤال كانت جاية منين كانت جاية من حدث مماثل لده من واحد لاربعتاشر مارس سنة أربعة وسبعين مصر استضافت كأس الأمم الأفريقية كان وقتها بتشارك من تمن دول كل مجموعة تقسموا مجموعتين كل مجموعة فيها أربع فرق قبل ما نخش في دي عادينا نعرف الناس على إحنا ليه بنقول كنوز كان كل الفرق أستاذ إبراهيم في الستينات والسبعينات حتى التمانينات كل الفرق المصري الشهين وبدوي والحرطي وسعيد الجلب جون واخد بالك ده دول في الستينات دوليين دوليين بدوي ده بدوي فتاكة رحمة الله عليه يعني واحد من أعظم اللعب اللي شفته في حياتي بدوي عفتاح محمد بدوي محمد بدوي المصري محمد ده غير بدوي عفتاح فتاح الترسان أنا لسه ما جيت لكش القاهرة تروح القناة لوفة وعدلزين وبيضو وتروح بالمناسبة كان براسكوس جون القناة وتم تجنيسه وكان أول حارس مرمى المصري في الأمم الأفريقية يوناني واحد من أعظم حراس المرمى اللي شفته في مصر خايف الضزوي طبعا يعني الضزوي مصري بعدين نادي الأهلي تخش على الأهلي يعني كلكم حفظين نجوم الأهلي في الستينات وسبعينات بداية السبعينات الترسانة شازل ومصطفى رياض وبرائم الخليلي ومحمد حسن وفتح بيومي فتح بيومي ده يعني كان هو حاجة كده زي دولات ما تيجي مين يعني أقوى وأعنف لعيب خط وسط كان هو فتح بيومي والإسماعيل طبعا على أبو جريشا والإسماعيل شيحتة وعلى أبو جريشا وأميره وأنوس والعربي وزاكي يعني لعيبة وبعدين محمد الرومي وحازم وحازم أماش ومحمود جابر أنا بقولك دول أنا بس دول عشان كانوا في جيل واحد لما كان بتعمل منتخب مصر ما كانوش بيحتاروا ياخدوا مين ولا مين يعني زمالك بقى طبعا سامير قطبو وحمد أمام ورقفة عطية بعد كده حسن شحاتك خلي بالك أن الأسماء دي متضفرة في بعضها بعد كده بقى الجيل بقى اللي احنا عايزين نتكلم عليه اللي هو كان مليان اللي هو بقى بتاع السبعينات والثمانينات عشان تشوفوا بس أنا بحطكم في خلفية اللقطة لا قول لي قول لي أسماء لازم نقول أسماء عشان الناس تعرف عشان خطر هي دي اللي هتديهم هو إزاي الجيل ده ما خدش لأفريقيا ولا رح كاس العالم عشان يفهموا إحنا ليه مستغربين يعني أنتم متخيلين في 74 مصر تنظم هذه البطولة فيها بقى حسن شحاتة وفيها على بوغريشة وفيها كل وفروق عفر وفيها كل قامات الكرة المصرية والخطيب الأفزاز والأبطال كان الخطيب بقت لسه طالع ناشئ ولسه طالع وحسن حمدي ومحمد توفيق وهني مصطفى يعني أسماء لما تشوفها مصطفى عبدو ها مصطفى عبدو طيب البطولة دي بقى 8 دول بس يعني إذا كنا دلوقتي بنتكلم في 24 بصوا في 74 كانوا تمانية يعني اتضربت في 3 اتقسمت مجموعتين خدوا بالكم المجموعة بتاعتنا اللي هتبدأ بكرة معنا أغندا في 74 كانت برضو معنا أغندا كانت معنا أغندا ومعنا زنبيا ومعنا ساحل العاج كان لسه ما تغيرش اسمها الكودفوار المجموعة التانية فيها زئير ودي اللي تغير اسمها بعد كده للكونغو الديمقراطية واللي معنا في المجموعة برضو المرات كانت المجموعة التانية على رأسها زئير وغينيا والكونغو ومرشيس زئير فازت بالبطولة دي لأنها تغلبت في النهاية المباراة المعادة على زنبيا 2-0 المباراة معادة ليه؟ لأنه ما كانش اتعامل وقتها ركلات الترجيع في حال التعادة فلما تعادلوا 2-2 اتعادت المباراة بعديها ففي الإعادة إفادة لزئير كسبة 2-0 بس زئير مش ده أهم حاجة أهم حاجة عملتها في السيمي فاينال فقبل النهاية قبلت مصر صحبة الأرض والطموح والجماهير واستاذ القاهرة المليان وكل الكلوز ما تقول لنا تشكيل تقريباً بساعة الماضي المهندس عادلي بيقولك كانت عاملة زي أنت متخيلين أنه مصر تتقاطل أول 2-0 2-0 الشروط الثاني زئير تكسب 3-2 لا مش الشروط الثاني بعد إذنك فآخر 12-14 دقيقة الكابتن علي بوغريشا وإحنا 2-0 رأس وحط في الجون تقريباً الفاضي ارتدت الكرة من العرضة الفرق كان فظيع كان كبير جداً يعني علي بوغريشا وحسن شحاتة وفاروق جعفر هجيلك للأسماء الكاملة في المطش ده آه لكنه كابتن حسن شحاتة اللي هو خد هذه الصدمة بتاعت زي وظاهر علي خليل بوكرامر تكلم عليه كلام حسن شحاتة اللي هو صاحب كمدرب صاحب أفضل إنجاز للمدرب في الأمم الأفريقية دي خد كاسها ثلاث مرات في 86 كان في المدرج لما بتيجي اللقطات ومنتخب مصر بيلعب ضربات الجزاء في مباراة الكاميرو النهائي الشهير هتلاقي حسن شحاتة بالبلوفر بتاعه في المدرج بيتابع تلف الأيام وحسن شحاتة اللي اتصدم من زيير في 74 يقود أحلام المصريين كمدير فني لمنتخب يحقق سلسية زهبية 2006 و2008 و2010 لكن ده كله ما نسهوش مرارة الجيل الكبير الموهوب اللي كان ضمن أحد أو أحد لعبيه الكبار حسن شحاتة مع كابتن أحمد شوبر أو كابتن حسن شحاتة مع كابتن أحمد شوبر سألوا على ليه هذه الكنوز اللي المهندس عادل أشار إليها ما خادتش حزوزها حسن شحاتة هذا المدرب الأسطورة ياخد 2006 و2008 و2010 وهو على اعتبكس العالم ولكنه لم يتأهد يطر الصبك كان ايه بصا كابتن أحمد أنا زي ما تمنيت قبل كده وحكيت لك على الأمنيات اللي أنا كانت في نفسي أنا تمنيت إن أنا أتأهل لكاس العالم وأنا لعيب ما حصلش وأنا لعيب أتأهل لكاس العالم وأنا مدرب أنتو كنت حتت جيل يان هرابي يا جماعة خش بقى حرصت المرمى عندهم خمسة لو أنا غلطان صلاح لي حسن مختار حسن علي عرابي إكرامي وكان ثابت جاي من بايد وكان ثابت وحشام عزمي وحشام عزمي خش بقى عندك بوبو وعندك بو أمين السياجي السيد عبد الجواد السيد عبد الجواد وحسن الشهاتة وفاروق جعفر وعلي خليل ومصطفى عبد ومحمود الخطيب وطهب السريق لا 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 وشحتر اسكندراني لا لا وفي وقت من الأوقات كان مصطفى رياد مصطفى رياد في بدأ معكم وشالي بدأ معكم ايه ده ازاي الجيل ده مراحش وعشوف الجيل ده كابتن أحمد موجود وفي أسام يعني كانت حاجة كبيرة احنا كنا كنا بنلعب في ثلاث حتت كنا بنلعب كاس فلسطين في تونس وبنلعب بطولة الصداة دورة الصداقة في السعودية مظبور وبنلعب مع بطولة تانية اللي هي اللي هي كانت ناحية سينة كده اسمها ايه هنفتكرها مع بعض هنفتكرها مع بعض نعم فدي بتبين لك برضو ان احنا ايه ايه كام اللعيبة النجوم دي النجوم دي لكن برضو تيجي في وقت الدنيا مش حلوة مش حلوة الدنيا مش حلوة فيش امكانيات مفيش اي حاجة بتجيلك اعنات اللبس بيجيلك منحة من هنا ومنحة من انمانيا ومنحة كذا ها مفيش ات برنامج بيتعاملك بالرغم ان احنا كان عندنا مدربين آآ وطنيين وطنيين جمدين اوي مدربين اجانب برضو لما بuggنا مستر كرامر ومستر بابي ومدربين اجانب جمدين اوي لكن مفيش اتساعدات مفيش اتساعدادات مفيش اتساعدادات مش مبارات ودية منش مfting ودية بنروح المحل نعسكر في المحلة نأكل خمس واجبات ونلاعب بعض ونلاعب بعض أخضر واصفر وبيض أو أحمر كنت بتباتوا في الاتحاد الأول وبعد كان ألوكوا فندق الطيران مش فندق كتا عمرات كواتف اللحن ما يعني بأنه فندق الطيران اللي هو في نادي الطيران أو لازق في نادي الطيران مزبوط فما فيش أي إمكان هنا يعني مفيش أي إمكان يعني أنا لما مسكت منتخب مصر كنت ببات مكتبي كان في القوضة اللي أنا ببات فيها مزبوط فإذا ما كانش فيه إمكانيات مفيش إمكانيات سيبك من اللبس وسيبك من الحاجات دي إحنا ما نبصش للحاجات دي إحنا كلنا بنجيب اللبس لكن مفيش استعداد مفيش مباراة دية في مصر مفيش مباراة دية برا مصر أنت دايماً بتلاقي نفسك مركز على جماهيرك جماهيرك هي اللي بتجي تتفرج عليك جماهيرك عرفاك واحد واحد وده إمكاناته وده ممكن لكن برا ما قابلش حد لما بنيجي اللعبهم بقى على ملعبهم تلينا كلنا رجلنا بتخبط في بعضها إن إحنا برضو بنشوف جماهير مثلاً تونس أو المغرب أو الجزائر جماهير فضيحة جداً جداً فأنت ما تعودتش إنك تلعب مع جماهير ضد جماهيرك نعم صح ودي بتقلل من لعبة والله كابتر حسن شحاطة ده يعني كاداً يقترب كثيراً من نادي الأهلي تعرفواً لا؟ كان هيقترب حسن شحاطة الصانع عام جاد الزمالك كان هنتقل للأهلي أو كان هلعب للأهلي أولاً من اللي كان مرشاحه؟ أنا كنت مكلف النجيب طار الشيخ وكابتن عدل هيك رحمة الله عليه مكلف يجيب محسن صارح ما في بداية السبعين كابتن صالح قال لا أنا هجيب لكم بقى أحسن لقى في آسيا في آسيا في آسيا كان الكابتن حسن بلعب في الكويت في الكويت آه وخد ما كانش حد يعرفه في مصر حد الشاف وتفرج عليه يعني هو مضل زمالك وسافر الكرة وقفت وبتاعه فهو مين مين قال واحد اسمه حسن شحاط جبت أنا طاهر الشيخ وجاه محسن صالح يا كابتن قال ده العملية هتتكلف أربعة طلاف جنيه أربع تلاف جنيه ما عرفناش نوفرهم ما عرفناش نجيب أربع تلاف جنيه عشان الكابتن حسن الشعاطة يبقى لعبا بالنادي الآن في الأربع تلاف تعرف في وقتها في جيل أربعة وسبعين حسن علي حرس الترسالنا طبعا وأسامة وعلي خليل والسياجي وفاروق وحسن ومحمد توفيق وشاكر عفتاح دول بعض نجوم جيل أربعة وسبعين وأنت كنت تعرف سلعة في المحلة ولا في المنصورة وأحمد عبدالباقي عمر عبدالله عبدالحيم عبدالدايم عماشا الخمس العين بتوع المحلة كانوا أقوى خط هجوم تروح للمنصورة تجد سطوحي في الجود تجد سعد سليت عبدالجواد كل دول دوليين الشامي في خط الوسط وصروت فرج كل دول دوليين لعبة دوليين أتكلم وأحمد شاكر كل دول اللعبة دوليين تروح إسكندرية إسكندرية شاحتة والبابل والجارم ومحي عثمان طب القلومبي اللي خد الدوري خده بمين عز الدين يعقوب سليمان اسمه إيه اللي كان بيرعف في النادي ورح كابتن بدعف فتاح إيه ده إيه الفرق دي إيه النجوم دي طيب كمان برضو النهاردة من الحاجات المهمة كانت في أعمال اللجنة المنظمة لبطولة الكيان اللي اعتذر رسميا لبعثة المغرب لأنه حصل خطأ في أحد الفيديوهات المصرب منسوبا للجنة العالم المصاحب مع بعثة المغرب الشقيق مش عالم المغرب الحالي مش عالم المملكة المغربية فكان خطأ غير مقصود اللجنة أصدرت بيان عليه وقالت أن اللجنة بتتقدم بخلص مقصود بظهور عالم غير معترف به والذي ظهر على موقع تذكرتي الإلكتروني وأحد الفيديوهات الغنائية دون اعتماد من اللجنة المنظمة للبطولة ولا نتعامل من بره بره وتؤكد اللجنة المنظمة للبطولة على كامل احترامها للأشقاء المغاربة ومملكة المغرب الشقيقة وسياداتها الوطنية ورمزها الوطني وأن اللجنة على ثقة من أن ما حدث لا يمكن أن يؤثر على متانة العلاقة بين الهيئات الرياضية في كل البلدين وجماهيرهم العريقة المهندس هاني أبريدة رئيس اللجنة المنظمة عارف ده بيفكرني بايه وقع أغرب من كده خالص مصر بتشارك في دورة الألعاب البحر المتوسط في إيطاليا في باري سبعة وتسعين وكتانا هناك نشيد الوطن آه رانيا علواني كسبة ميداليا زهدية يعني كانت هي نجمة الدورة دي أول ما هيتعز في السلام الوطني لقينا السلام الوطني المصري هو السلام الملكي للمملكة المصرية يعني عندهم عندهمش نسخة من الشريط الجمهوري انت بتكلم في سبعة وتسعين من سنة اتنين وخمسين يعني بتكلم في حاجة واربعين سنة ما وصل لهمش أول مكتبة بتاعتهم ما فيهاش السلام الجمهوري فزعوا بالخطأ السلام الملكي مين اللي اكتشفها؟ الدكتور عمرو علواني وهو موجود ايه ايه؟ وبدأ طبعا يكلم اللاجنة المنظمة برضو عملوا اعتذار زي كده وقالوا ده خطأ غير مقصود ما تنبهناش ليه وطلبوا شريط السلام الوطني المصري واوعيد عاصفه في اليوم التاني فهي بالنسبة للاشقاء المغرب مؤكد ان ده غير مقصود بالمرة ومؤكد ان المهندس هانا بوريدة واللاجنة المنظمة فيه تأكيدها على احترامها طبعا للمنتخب المغرب وللاتحاد المغربي لكرة القدم ما حدش يقصد ابدا مثل هذا الخطأ غير مقصود ده ده سيد برهيم اصلا ده بيحصل حصلت في البطولة العربية 95 وانا كنت مدير البطولة اه انا بعدت جواب لكل السفرات ايوا هتقولنا السلام الوطني والعالم لان في دماغي المشكلة دي المشاكل دي اه هتقولنا السلام الوطني والعالم اه معظم الناس بعدت لما قربت البطولة قوي مثلا منتخبين او ثلاثة ما بعتوش او ناديين او ثلاثة ما بعتوش مرتبطين ببلاد يعني معينة منهم القطر والبحري فطريت ان انا روح اجيب الصورة بتاعت السلام العلم وديها لحد من اللي بيعملوا الاعلام اه بيعملهم لين اه راح مفاصل جاب لي علمين طيب بعثة المغرب بعثة البحرين ادي يا ابني حط العلم ده طلع به والقطر بس اتلاقيت قطر الديني مولع هم الكلام ده وطبور العرض في الملع في الارض تحت تحت حيطلع بقى من تحت الاستاد اه اه في الممر يعني قبلها مثلا بتلت ساعة عاجزة كده بس بنعمل بروفة بقى بنوقف في الناس اي مشكلة كبيرة جدا اي 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 هلقول له ده اتاري البحرين وقطر اللون يكاد يكون واحد معادة حاجة واحدة فرق التون واحد اغمق بالتاني سنة هتاخد القطر ياغمق سنة قطر عنابي عنابي ايوه والتاني افتح سنة بسيطة يعني انت لو انت حطوا على ساري مش هتميزهم بعد شهر مش هيبقى عناق يعني الشمس عدد العنب هيبقص طب اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه والسفير جيه استدعوه ام انا مش حاسس لقيت الدنيا مقلوبة ايه ايه مش هنمشي في طبر العرض وبيتكلموا على انهم ممكن ما يلعبوش اوه حساسة برضو فكرة العالم الوطني طبعا انا انا كل اعتذاري معالي سفير انا بعدت جواب قلت له ما تقولي صورته بسرعة محدش اداني فانا اكتهد والعمل العلم ما تنبهش اتذار عمل من نفس التوب يعني هو راخر عايزة اه اخد نفس اللون اللون واحد فعلا الحل الحل ضربت بعيد لقيت هاني مصطفى ربنا ادي له الصحة يا كابتن هاني اعمل معروف هنبعت امين الرياضة في الجامعة العربية امين الرياضة في الجامعة العربية قلت له العلم اللي عساري عشان اضمن انه هو ما يجيش غلط اه بتاع المغرب وهرجحولك بعد الماتش على طول اه ما كدبش خبر الراجل راح رايح ورجع لي بالعلم امم ورجع في وقت اه قياسي اه انا بقى عادت اه لكع في الافتتاح وعمل مش عارف ايه لحد ما اجي العلم وعدت لك كانت مشكلة كبيرة اممم فانا بنصح باستمرار ان في حكاة العلم المراسة انتعامل مع الهيئة الرسمية مع مع السفارة مسئولية انا اتجيب لك العلم والنشيد حقيقة منع للحساسيات مهمة بتبقى اخطاء غير مقصودة اه بس بتعمل مشاكل لكن مش هتبقى زي المشاكل اللي حصلت بين مصر والجزائر مصر والمغرب السطح الرياضي لطيف شوية مفوش مشكلة كأس الامم الافريقية عشرين عشرة مصر والجزائر على وهج وخلفية صراع عنيف جدا وصدام حدث في تصفيات كأس العلم ومباراة ام درمان اعتقد حضراتكو فاكرينها بشكل تفصيلي لكن في عشرين عشرة بطولة الامم الافريقية في انجولا مصر بتدفع عن اللقب مصر حازت الفين وستة في القاهرة الفين وتمانية في غانا بعد افضل واقوى واجمل العروض راحت في عشرين عشرة في احدى المباريات المهمة اصطدمت بالفريق الجزائري كابتن حسن شحاتة كيف تصرف مع هذا الموقف الصعب جدا لانه هو نفسه اللي كان اقصي من الجزائر عن التأهل لكاس العلم الحلم الكبير اللي كان بيحلمه هو والجيل الزهب بتاعه كيف تصرف حسن شحاتة بما يخدم اجري نشوف حسن شحاتة مع احمد شبير عن هذه اللحظة او في سي بي سي تو مع سعاد يونس الحياة مع الاعلامية الكبيرة الفنانة سعاد يونس تحدث الكابتن حسن شحاتة عن وقعة مصر والجزائر في انجولا نشوف عليك ازاي لغاية لما رجع بالكاس انا مش عاوزكوا بس تلعبوا كرة عادية وتمتعوا من غير محد ينرفزكوا ان هم هينرفزوكوا هم هيحاولوا يغلطوكوا هم 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 كده الكلام ده كله في اعنا اللعيبة تحس ان هم يعني بيلعبوا جوا تلاجة عندهم برود غريب لعبتنا يعني وده انا كنت عاوزه يبقى هادي قوي وبارد قوي ما تفرقش مع حاجة وما يحتكش بحد ويلعب الكرة السهلة من بعيد لبعيد والكلام ده كله المهم الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا اربعة فجات لنا تليفونات من المصر وبتاع وده كده فايا انتوا عملتوا كل حاجة جمهور المصري خلاص مبسوط وانتوا كده عشرة وعوضتوا والكلام الحلو اللي انت تسمعي تسمعي يستردد ويستردد 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 وقوال واحد صفر لمنطقة مصر احنا نستمر Triple ها harvest مه ها تيمش نستمر وحيات النعمة دي تقولهم مفيش حاجة يعني 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 يعزروك في حاجة سبوكوا من الكلام ان انتم سمعتوه وكفاية علينا كده واحنا ما عرفش ايه وخلصنا خلاص اه 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 اتطار ومش اتطار وكده كلهم كرة قدم فاش اتطار ومش اتطار كرة القدم رياضة يعني مع الرياضة بس لو رجعتوا بنقر الكاس بالشباشي بونتم في المطار عرفنا عرفنا اللعيبة يعني بسم الله ما شاء الله عليهم يعني مقدرش اقولك غير بسم الله ما شاء الله عليهم ناس فعلا كانت مجموعة فعلا بتقدر بتقدر ايه بتقدر بلدها بتقدر حبها لنفسها حبها لشعبها حبها لجماهيرها حبها لعنى البطولة وانا واحنا راجعين بقى حاجة كانت حدث لأول مرة الحقيقة كابتن حسن تكلم على وقت عشرين عشرة في انجولا لانه كمان سبقها ولعله طبعا الكل استفاد من هذا الدرس لانه رجعت علاقات مصر الرياضية بالجزائر في اجمل وافضل صورها بعد كده الاي اللي راح لعب في الجزائر مرات كتيرة من بعدها منتخب مصر راح ومنتخب الجزائر جهة والكل نسي هذه الاحداث العجيبة الغريبة اللي كانت غير مألوفة حتى في العلاقات الرياضية بين الفرق العربية مش بس الافريقية الشقيق احداث مدرمان كلكم عارفينها حتى الكابتن حسن قال في اللقاء ده في بدايته انه ناس كتيرة نفخت فيها بدون مبرر والاعلام قدرها بشكل غلط لكن اعتقد الكل في الطرفين ادرك بعد فترة قصيرة جدا منتخب مصر زي منتخب الجزائر كانوا ضحية كلام غير طبيعي جدا وغير صحيح وتصرفات غير مسؤولة ورجعت العلاقة في افضل واجمل صورها ودي الرياضة شوفوا بقى كل الامور لما الاهل يسافر في الجزائر كيف استقبل وكيف عمل وايضا الزمالك لما شارك حتى السنة اللي فاتت والمنتخبات الوطنية في تبادل مثل هذه المشاركات وده الهدف مش بس من الرياضة بين الفرق الافريقية انت بتتكلم على فرق عربية يعني اللحمة بينها اقوى واكبر لكن اعتقد الروح اللي الكابتن حسن شحاته تتكلم بيها كان بيلخص فكرة ازاي اقدر اشيل الضغط العصبي والشد والتوتر من على لعبتي عشان يقدموا لي افضل هو الكابتن عبدالحزار السقم في حديث له كان بار حظوم بيكلم على الفرق بين الكابتن الجوهري والكابتن حسن شحاته قال لهم مدرستين لاتنين صح كابتن الجوهري مدرسة صارمة ملتزمة يكاد يكون بيحفظ كل واحد الفولي تشات ازاي والتتحرك ازاي جمل 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 بتنفذ بشكل صارم وبشكل دقيق والعناج شديدة بكل التفاصيل الكابتن حسن شحاته بيدعم ازاي يسيب اللعب يستمتع ومن ابداعاته الملتزمة برضو بالجماعية يقدر هو نفسي يكون قائد ويلعب يستمتع بالكورة ودي نجحت ودي نجحت عارف ليه؟ انا يعني اكاد افسر ده من وقع معايشة لكل واحد فيهم ابن مدرسته وابن ثقافته كابتن الجهري ابن المدرسة العسكرية وابن مدرسة النادي الاهلي بكل ما تعنيه من انضباط والتزام وصرامة في المعاملة فازاي يقدر اللعبة معاه تتحول الى ضوابط شديدة جدا حسن شحاته لعيب كورة يعني هو بيحب يستمتع بالاداء الفني فعشان كده لو سألت كل النجوم اللي تقلقوا معاه هتلاقي حسن شحاته كان حريص على ان اللعبة تتخلص من اي توتر عصبي وتستمتع بالكورة اللي افادوا فيها نوعية الجيل الجيل اللي كان مع حسن شحاته في عدد كبير جدا من لعبة الكورة الموهبين فالمناخ اللي خلقوا حسن شحاته ساهم فيه سمير زاهر عليه رحمة الله لانه برضو الروح الطيبة الودودة الحنينة على اللعيبة اللي بيديرها كده اعدات عرب سمير زاهر الله يرحمه واحنا في غانا كان دايما لابس الجلبية وقاعد في الجناح بتاع اللعيبة هو كأنه هو الحرس عليهم قاعد في وسطهم طول الوقت بيحللهم مشاكلهم كان فيه دعم كبير جدا كان فيه فلوس كتيرة جدا بتروح للعيبة من رجال الاعمال ومن تبرعات ومكافآت وكان كل اللي عايز يتقرب من السلطة وقتها المحيطة بالمنتخب او بالاتحاد الكورة عليه بالمنتخب فاللعيبة كانوا سعداء الخص جدا في 2006 و2008 و2010 دي شخصية الكابتن حسن شحاته الفنية ودي طبيعته في المعاملة طيب قوي خلوق جدا حنايا على اللعيبة ومع كونه مدرب لعيب كورة كوير شوية عايز يستمتع هو فبيدين فرصة وبيدين مساحة كابتن الجهري حقق نفس النتائج بس بالصرامة والحسم والانضباط فالاتنين كل واحد فيهم ابن ثقافته وابن مدرسة يعني هو كابتن الجهري كسب مرة لا كسب 98 في بوركينا في بوركينا ووصل كاس عالم كابتن حسن كسب 3 مرات بس موصلش كاس عالم بالضبط فهم كلهم أصحاب بصامات يعني هما الاتنين ستوقف كثيرا التاريخ الكورة وأمامهم وهما الاتنين عندهم أرقام يعني كابتن جهري قاعد فترة طويلة جدا كونه أول مدرب أول واحد يكسب البطولة كمدرب ولاعب يعني هو كسب البطولة في 59 59 بالمناسبة أول بطولة مصر تستضيفها استضافتها في ملعب النادي الأهلي يعني مصر شاركت في بطولة 57 في السودان هي وأسيوبة والسودان لما شاركت في 59 الدورة التانية استضافتها في ملعب النادي الأهلي شارك الكابتن صالح ورفع الكاس كاس الأولى رفعها الكابتن حانا في بستان الكاس التانية في ملعب النادي الأهلي اللي رفعها الكابتن صالح سليم وكان الكابتن محمود الجهري ضمن هذا الجيل وسجل فلما فاز بالبطولة كمدرب في 98 أصبح في بوركينة فازه أصبح الكابتن محمود الجهري علي رحمة الله أول حد يفوز بالبطولة لعبا ومدربا كابتن حسن شحاتة بعدها بقى أول مدرب حتى الآن يحقق كاس الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية هذا في العالم هو الأول والأخير صحيح أنا بس عايز كان فيه صورة هنا لو يقدر يجبها لي القديمة قوي لما تشوف الحكم لابس إيه يا براهيم اديني زمان كاتشيك قوي لابس سموكينج بس بشورت يعني هات الحكم كده في لطة لا فين الحكم يا عام مش اللواء في بره ده الحكم في الملعب أهو اتحرك بيه بس شايف لابس إيه شورت وجاكت سموك يعني أكيني بدلة تكسيدو يعني شياكة طورت أفريقيا كلها بص يعني برضو زمان أنت كنت بتكلم في ملعب عاملة إزاي يعني جزء كبير من أفريقيا تطور بس برضو ما زالت الملعب في معظم البلاد طيب مصر عندها أرقام قياسية كتيرة جدا مسئولية خفير أجري المدير الفني وكل نجوم منتخب مصر ابتداء من الغد إن شاء الله مسئولية كبيرة تشكيل منتخب مصر والمتوقع بكرة إيه قدام زمبابوي بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد بكرة الساعة عشرة طبعا يسبق الحفل الافتتاح الكبير لكن في العشرة يطلق الحكم الكاميروني اليومنيانت اللي اختير لإدارة مباراة مصر والزمبابوي في الافتتاح وحسب الأنباء اللي صدر عن لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي كانوا بيفكروا في بكاري جسامة الحاكم المسير للجدل لإدارة هذه المباراة لكن قيل إنه تلقى نبأ وفاة والدته فخرج عن تركيزه لإدارة هذه المباراة إيه الفكرة يعني بكاري جسامة عنده مشاكل وكان مفترض يستبعد يكرم بالمباراة الافتتاح برضو في حاجة غريبة أستاذ إبراهيم يعني في حرص في حرص على إنه يعني نفس الإعناد اللي انت بتشوفه يعني يعني اتعادت للمباراة بتاعة الوداد والترجي بشكل يعني تم وضعه تحت الوصية من الاتحاد الدولي والفيفا أعلن تعيين السيدة السنغالية فاطمة سمورة مراقب عام على الاتحاد الأفريقي لمدة ست شهور أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي النهاردة في المؤتمر الصحفي قلل كثيرا من هذا التعيين وقال إنه ده لا يسلب الاتحاد إرادته وإن الاتحاد سليم مية في المية وإنه واثق من كل أعماله وأهلا وسهلا بأي علاقة دولية وأهلا وسهلا بكشف أي أوراق ده رئيس الاتحاد الأفريقي النهاردة في مؤتمر الصحفي لكن سؤال كمان سؤال مهم فين عيسى حياته رئيس شاري الاتحاد الأفريقي كيف لا يدعى لهذه المناسبة فكان رده قال بالنسبة أنه رئيس فخري للكاف لأنه ده عرف موجود في مؤسسة الاتحاد الأفريقي كل الرؤساء السابقين رؤساء فخريين لكن مش هدعيه طب ليه يا عم؟ ليه عم أحمد قال لك لأنه لغاية دلوقتي مهنانيش حتى الآن ما حصلش أي اتصال منه المسألة من الشخصية فوضح إن المسألة فيها هذا البعد الشخصي فلم توجه الدعوة إلى عيسى حياته رئيس الكاف السابق ودافع أحمد أحمد على أداؤه بشكل واضح جداً ورحب بهذه الرقابة أو الوصاية الدولية اللي قد تقود إلى تطورات كتيرة جاية خليها كلها رهن تحليات من أحد مش يعرف هتروح لي فين؟ رجوعاً إلى تشكيل منتخب مصر لإني لأول مرة أشوف ظاهرة وأنا مش عارف أفهمها في كل تقريبا يعني البرامج والسديات التحليلية الحوار مين حيحرص مرمى مصر زي ما يكون الناس عايزة تقول حاجة إيه ثلاث حراس مرمى ثلاثة كواسين لكن الإحاء الأحق مين يعني إيه الأحق الأحق اللي يقول عليه المدير الفني أنا مش عارف إحنا ليه كده فعلا بجد عايزين تخلقوا مشكلة ليه وعايزين تخلقوا انقصام بين الجماهير ليه هم بيعتبروا إن فيه اتنين من الزمالك واحد من الأهل لازم تبقى فيه مشكلة إيه الكلام ده إيه الكلام الفارغ ده إيه اللي مين وكل المساء الواضحة من مبارح الناس بتقول التشكيل اللي أنت قاريته النهاردة التشكيل المحتمل يعني الشارع المصري بيقولي التشكيل اللي حضرتك إلا شوف أنا مش خايف والله على المطولة دي غير من الإعلام طيب محمد الشناوي حارسا للمرمى أحمد المحمدي في الباك اليمين وأيمن أشرة في الباك الشمال بينهم قلبي الدفاع باهر المحمدي وأحمد حجازي اتنين في الارتكاز طارق حامد والنني عبدالله السعيد صانع لاعب على يمينه محمد صلاح على شماله تريزيجيه رأس الحرب المتقدم مروان محسن حتى الآن ده الشكل الأبرز اللي باين من خلال التدريبات الأخيرة للمنتخب وأخيرها مبارح أنه ممكن يكون في مركزين محل مفضلة يعني ربما يكون التفكير في دونجا نبيل دونجا على حساب أنني قد يكون ده موجود بالنسبة يعني لتنين المفضلة ورد بشكل كبير لكنه في بقية المراكز هذه المسألة تبدو شبه محسومة على هذا النحو أحمد المحمدي يمين وأيمن أشرف بكشمال والسرد باكين أحمد حجازي وباهر المحمدي فكل الأوضاع مستقرة لكنه فعلا زي ما لمهان ساعات لأشار باستغراب واستياء هي إيه لازمة خلق الحساسية مين اللي يحرص المرمى أمبارح أجري في المؤتمر الصحفي لاحظ أن الناس كلها بتسأل فقال لهم أنا اخترت والاختيار في دماغي طبعا مش هقول لكم مين بس أنا عارف أنه كلكم عارفين مين أي لأنه أنت لو سألت أي حد الخبرة الدولية في السنوات الأخيرة هي لمحمد الشنوي مش عشان حرص مرمى النادي لأهل بجد يعني لاحظوا أن الشنوي لما خد في كاس العالم خد ما نوفز ماتش في ماتش اللي رهوي يعني لعب كاس عالم لو في جهاز موجود آخر مشاركة كبيرة لهذا الفريق قبل بضعة شهور كانت كاس العالم واحد انت ديته في كاس العالم لما هتلعب كاس أمام لازم أن يتكمل به ده لا يقلل هو أنا كنت عايز أقول لا من جنش ولا من أحمد الشنوي الاختيار هيختاروا ما هواش هيبقى غلط طبعا وأي اختيار عنده أسبابه الشخصية هو ما هواش غلط صحيح مش عادينا التوقف قدام دي مش على طول يا جماعة ميولنا وبتحركنا كل استوديو تحليلي السؤال ده بتسئل فيه لدرجة استفتاءات نزلت عايز مين يوحكم الله بقى ده اللي احنا بنكون لنا وراء المنتخب هو يعني انتوا فاكرين هنا في ملك وكتابة لما استعرضنا الأسماء عند اختيار الجهاز الفني ليهم قلنا ان احنا شايفين انه عمر السلية كان يحتاج ان يكون موجود وانه فيه اكتر من لعب مستوى يوهله كان للانضمام بس زي ما قلنا عمر السلية قلنا عبدالله جمعة كان محتاجه المنتخب فعلا كبك شمال لكن لا كلامنا ولا كلام ده ولا كلام ده المفترض يقول له اي معنى بجانب اختيار المدرب ومسئولية المدرب هو حتى كان فيه فكر وجيت نظر انا سمعتها من الكابتن عدل طعيم والله فكرت فيه لقيت فيه انه يلعب باتنين حرس المرض لا 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 مش خلاص ينقل بقى من حرس المرض ان ان سمعتها بالنسبة للمحمد صلاح انا شايف هقولك دي يعني ليه بحكيها لان الاختيار اللي عمله اجيري بيقول بيوضع فلسفته النهاردة كابتن عدل بنى على ان محمد صلاح واخد اجازة سلبية ها ولسه راجع ممكن ما يكونش جاز يلعب التسعين دقيقة ومحمد صلاح لو ابتدى صعب انك تغيره لكن ممكن يقعد على الدكة وينزل ها فهو كان بيفضل ان يبتدي بوليد وبعد كده التغييرة تبقى محمد صلاح تعالي بقى خش في دماغ هي فيها وجهة الفكرة دي وان محمد صلاح يجاهز تدريجيا للمتشاط اللعبة بالتشكيل ده انني ومحمد صلاح تحديدا ها بيقولك ان الرجل ده عايز يعتمل على اهل الخبرة في مباراة الافتتاح عايز يتجنب مفاجآت الافتتاح فهو بيعول على القوام بتاع الخبرة الوحيد الكلام اللي كان بيقولك محمود وحيد ولا 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 باهر ولا الوينش التلاتة يعني في حتة الخبرة الدولية واحد يعني فانا عشان كده بقول والله خلينا بقى الفترة الجاية دي ما نعلقش على الاختيارات والتشكيل بقى تعرف زنبابو النهاردة ما اتمرنوش وكان عندهم مشكلة لانو بيطالبوا بمستحقات وكانوش عايزين يتمرنوش الفريق تشعر ان المنافس مش مركز وعنده مشاكل فتسترخي لا دي حيل بيخليك تسترخي بيه طيب احنا بندفع يا جماعة عن مكانة كورو مصر في الكان في كأس الامم الافريقية هي الابرس عشان وانتوا بتدعموا المنتخب تعرفوا قيمة هذا المنتخب وقيمة الفريق الوطني في كأس الامم الافريقية تحديدا مصر اعظم القوى العظمى في كأس الامم الافريقية سيبكم من فكرة الرياضة دي بطولة ولدت في فندق في لشبونة في البرتغال اجتمع عبد العزيز عبدالله سالم مع محمد لطيف ووفد من اتنين من السودان شداد وعبد الحليم ومندوب من جنوب افريقيا اتقابلوا في فندق في لشبونة بدأ الحديث عن ازاي نأسس اتحاد للكرة في افريقيا وقتها نتكلم في يونيو ستة وخمسين مصر في الخمسينات تحت رئاسة او قيادة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بتدعم حركات التحرر في افريقيا بكل قوة وتركيز فرعت مصر نشأة وتأسيس الاتحاد الافريقي ومن خلاله كأس الامم الافريقية السودان كان مرت سنتين على استقلاله عن مصر او انفصاله فبدأت المسألة دعم النظام السوداني في ان البطولة تقام في السودان راحت مصر واسيوبيا والسودان وقيمت البطولة في الخرطوم التلات منتخبات لعبوا مع بعض تم استبعاد جنوب افريقيا لانتهاجها السياسة التفريقية العنصرية بس اي احدى دول مؤسسة للاتحاد للاتحاد لكن ما شاركتش بسبب انتهاج دول مؤسسة اربعة التفريقية العنصرية ثم جاءت البطولة يعني مصر كسبت السودان وكسبت اسيوبيا اثنين واحد واربعة صفر وخارت البطولة وكان الكابتن الديب عليه رحمة الله هو هداف هذه البطولة واول هاتريك فيها ورقفة عطية صاحب اول هدف في تاريخ كأس الامم الافريقية في تسعة وخمسين نظامت مصر البطولة في ملعب النادي الاهلي اللي سمي لاحقا ملعب مختار التيتش وفازت مصر ايضا على نفس الدولتين على السودان وعلى اسيوبيا واتبدلت النتيجة كانت كسبت دا اتنين كسبت اربعة وكانت كسبت التانية اربعة كسبت دا اتنين ورفع الكابتن صالح سليم عليها رحمة الله كأس الامم الافريقية في مصر لأول مرة تستضيفها مصر في تسعة وخمسين في ملعب النادي الاه غبنا بقى غبة طويلة جدا عن الاستضافة نظمنا في اربعة وسبعين من تسعة وخمسين لأربعة وسبعين وحصل اللي حصل وزئير اللي هي الكورجو الديمقراطية اللي معانا في المجموعة دلوقتي خدت البطولة من مصر وسافرت غبنا من اربعة وسبعين لستة وتمانين نظمنا البطولة كان بيقود منتخب مصر وقتها الانجليزي مايكل سميس وكان مساعده الكابتن احمد رفعت الجيل اللي كان كابتنه الكابتن مصطفى عبدو واحد نجومه كابتن محمود الخطيب والكابتن طاهر ابو زيد نجم هذه البطولة وتمانية تقريبا او تسعة من النادي الاهلي ساهموا بقيادة الكابتن سابت البطل على رحمة الله كان حارس المرمى في هذه البطولة فازت مصر بكاس الامم ستة وتمانين يبقى انت سبعة وخمسين وتسعة وخمسين وستة وتمانين واغتصت بعد ستة وتمانين فترة طويلة الى ان الكابتن محمود الجهري سافر لبركينة فازه في البطولة بتاعة التمانية وتسعين كان الكلام كله كابتن الجهري عمل تنويم مغناطيسي للناس كلها وقال لك هنطلع التلاتاشر بطولة فيها 14 فرقة هو هطلع التلاتاشر طيب لكن الحقيقة في هذه البطولة قدم كورة قدم مفاجئة جدا حسام حسن سافر للبطولة دي والناس بتطلبوا بالاعتزال رجع بقى بابان كل الناس اتكلمت كان فيه ده بابان ده كان احسن فرد فوقه وشبهه فكانت البطولة فيها مفاجآت مصرية رائعة جدا فيها اداء لهذه المجموعة من اللعيبة بمستوات هيلة جدا كسبنا بطولة 98 واسكتنا لغاية لما النادي الاهلي عمل تجربة منويل جوزيه الكبيرة جدا عدد كبير منها الكابتن حسن شحاتا استعام بيهم كسبنا 2006 في مصر وكسبنا 2008 في غانا وكسبنا 2010 في أنجولا بس الغريبة جدا في هذه البطولة اللي مصر صاحبت كل الأرقام القياسية فيها أنه بعد ما تكسبها تلات مرات ما تعرفش تتأهل لها تلات مرات في التلات مرات في التلات مرات المهودة تالية مصر قال الانجاج كوبر ليه الناس احتفت به لأنه وصلك مش بس تتأهلت لعبت الفاينال بالضبط يعني مصر غابت عن 65 وغابت عن 68 وغابت عن 78 لأسباب مختلفة يعني 78 بتحصل مشكلة فما بتتأهلش ليبيا تنظم بطولة فتحصل الأزمة السياسية مع ليبيا فما تشاركش لكن إنك أنت ما تتأهلش من التصفيات تفشل في 2012 و2013 و2015 دي كانت غريبة جدا وكان بسبب اهتزاز الأوضاع في البلاد ويتوقف الدور الفترات طويلة وتعصر النشاط لفترات طويلة فغابت مصر عن البطولة ثلاث دورات متتالية لما رجعت تشارك في البطولة الأخيرة في الجابون وصلت للمبراهة النهائية يعني مصر إذا حضرت في كأس الأمم كان حضورها مؤثر إذا غير كده ما بتتأهلش أصلا مصر أنا قلتلكو القوى العظمى الأولى لكرة القدم في القرى السمراء من خلال بطولة الأمم طب مين بعد مصر؟ يعني مصر أباش مهندس كاميرون وصلت النهائي تسع مرات منتخب مصر لعب فاينال تسع مرات كسب سبعة منهم وخسر مرتين الكاميرون أو اللي لعب فاينال تسع مرات غانا غانا لعبة فاينال تسع مرات فازت في أربعة وخسرت خمسة لكن لعبة فاينال تسع زي مصر الكاميرون انتاجها أفضل لعبة نهائي سبعة مرات فازت في خمسة عندها خمس ألقاب يعني على مستوى الألقاب الكاميرون تيجي بعدك اللي هي آخر بطولة يعني لو كنت كسبت الكاميرون كنت أنت بقيت تمانية هم أربعة بالزبط ودي مهم بقى أنك تكسب البطولة دي تعزز رقمك بعيد عنه دي نهائي غانا ومصر الفين وعشرة وفوزنا بهذا اللقب وخسرت غانا دي بطولة جده دي بطولة جده السحر الغريب أشهر بديل خمس مطشات قاعد على الدكة ويطلع هداف البطولة بخمس أهداف انت جبت واحد البطولة دي ولا كنت متفهم معها قبلها لا لا ما كنتش متفهم معها يعني نمرت عليه بعد لأ أنا كنت منمر عليه قبل البطولة بس ما تحركتش فيه إلا بعد البطولة وكانت قضية صعبة جدا بس كانت محشومة يعني كانت واضحة كان ممكن أوراحت النيابة هو النيابة راحت لأن كان فيه تزوير أوراق فيه فشق الجناعي لأن الحقيقة اللجنة اللجنة اللعبين في تحاد الكورة ما كانتش منصفة معاه وهو يبتحق معاه طعن في الوصل المقدم مرضوش قلتوني انتو كده هتخلوه يروح للنيابة لأنه مش عايز انتو قلتوني ما تلجأش طب انت عملت بيقولك ده مزور الردوم كان غريب جدا احنا مش جهة تحقيق مش جهة تحقيق خلاص ادو لك التصريح انك تروح النيابة واما يعني تضحت الامور هناك خالص في النيابة و لان جات شهدت المدير الاداري قال لهم انا سلمت الكشفات يوم اثنين واحد العقود اللي متقدمة لوكيل النيابة كانت بتاريخ واحد واحد ومليانة كلها وفيها الشرط الجزائي اللي بتنشر مليون جنيه والكلام ده فطبعا تسوي الموضوع وتحفظت في الدنيابة تحفظ تم سحب الشكوى ومفرحا بعد تنازلهم كمان وسدد ممضوع عباس الفلوس سدده وسدده سدده للولد في حسابه في البنك عشان الولد يرجع عليه عشان ما يبانش بس في دقيقة واحدة تنصح لعيبة المنتخب ايه بكرة وتنصح الجمهور اللي رايح لستاد ايه بكرة لا الجمهور اللي رايح لستاد روح عشان تستمتع روح عشان تلتزم كل مكان الالتزام بالنظام يعني هو السمة السائدة هيكون الانسيابية والسهولة والاستمتاع ما تسيبش حد يدفعك انك تعمل حاجة غلط واذا شفت اي حاجة غلط من فضلك يعني تكون عنصر مساعد للامن عايزة تاني اللعيبة اللعيبة لا اللعيبة أنا اقولك بقى حمزج بين مدرسة الجهري ومدرسة كابتن حسن استمتعه جدا يا ولاد بمزيد من الالتزام تيجي ازاي دي ما اعرفش لا تيجي لكن اعتقد نفاذ تذاكر المرحلة الاولى كلها او الادوار الاولى تبعث على التفاعل ان احنا هنشوف مدرجات مليانة مش نصيحة بقى لو تقدروا لو تقدروا تستغنوا عن موبايلاتكو خلال البطولة يبقى كتر خيركو يعني اتكلم مكلمتك وقفل الموبايل مالكش دعب السوشيال ميديا مالكش دعب الاعلام مالكش دعب حاجة ركز بلاش بلاش عشان انا منزعج جدا من حجم الاعلانات اللي اللي عايب اشترك اتصورت في الاعلانات دي بقى لهم شهرين بيغنوا بيهياسوا لأ كلام بتاع كاس العالم ده مش عايزين من مرة دي اعتقد المنتخب كله تحت ضوابط شديدة جدا في معسكره لكن كمان الجمهور اكتر من حد قال لي نفسي يشوف لقطة يابانية في المدرجات المصرية نفسين اللي اللي معاها الكيس بتاعه بيلم كل حاجة اه اي اه بينظف مكانه اه اي شيء يلمه ويسيب المدرج نظيف ساعتها نبقى فعلا على خطوة مهمة من التغيير النوعي دمتم للاهل دائما ودام لكم الاهل باذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي وسائل الاسنين القادم ان شاء الله والنصر المصر اصبع على خير